الأوتاد الإيرانية التي تدق لتمكين قاعدتها في دير الزور شرقي سوريا رسخها اختراق جديد يتمثل بإعادة فتح معبر البوكامال الحدودي مع العراق الذي يخدمها عسكريا إلى جانب أدواتها المالية والخدمية والدينية المفعلة منذ سنوات فالمعبر حسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى نافذة لإدخال قوات الحشد الموالية لإيران إلى سوريا ومواجهة الوجود الأمريكي الذي يتقلص تدريجيا وملء الفراغ لسيما أن الحرس الثوري ووفقا للتقرير يحاول تهميش قوات الأسد لعدم ثقته بها لا بل تحدث عن اعتقالات في صفوف الأخيرة إثر صراعة على السلطة أفضلية المقاتلين العراقيين على الفصائل الأفغانية والباكستانية والسورية التي تقاتل في صفوفها تعود لاعتبار ميليشيات الحشد قناة التدفق المالية عبر المصارف الخاضعة لإدارتها بالعراق فهؤلاء حاصلون على امتيازات الرواتب المرتفعة وما يرافقها من امتيازات السكن وقسائم الوقود الميليشيات الإيرانية تسيطر على سبع بلدات شرقي الفراط بسلطة عسكرية وتنفيذية كاملة وتعزيزا لتلك السيطرة تبني إيران قاعدتين عسكريتين في المنطقة إحدهما غربي الميادين والأخرى أكبر حجما في البوكمال بهدف وصل طريق استراتيجي من البوكمال إلى محطة ضخ النفط في الميادين تي تو إلى التياس غربا حيث القاعدة الجوية تي فور وصولا إلى سهل البقاع في لبنان طريق تعرض لغارات من جهات متعددة إلا أن الحرس الثوري ووكلاءه نفذوا من هكذا عمليات عبر الاختباء داخل منازل المدنيين حسب التقرير